اشتركوا في القناة في المعادن نفس المعدات اللي هتكلم عنها بالتفصيل بتكون هي بالضبط نفس المعدات بتاعت السياغة لكن باحجام تتناسب مع شغل السياغة اللي موجودة عندي يعني انا في شغل السياغة بحتاج اشتغل في خاتم صغير بحتاج اشتغل في حلق في اسورة في اي منتج من المنتجات اللي بيكون حجمها صغير وبتكون الخامة كمان لها مرونة عالية فمحتاج المعدات باحجام صغيرة النهاردة ان شاء الله هنبدأ هنتكلم على معدات التشكيل هنشوف النهاردة معدات التشكيل اليدوي والقالي اول حاجة في معدات التشكيل اليدوي والقالي حاجة اسمها الدقماء طبعا انا في سنة تانية بالنسبة للمصطلحات دي غريبة شوية او انا مش عارفها يعني بالنسبة للمصطلحات دي غريبة ازاي يعني ايه دقماء الدقماء يعني شاكوش بس مصنوع من الخشب او مصنوع من اللدائن راس الشاكوش نفسها مصنوعة من مادة سهلة التشكيل زي الخشب واللدائن الدقماء ليه أنواع كتير جدا وليه أشكال كتير جدا بقدر أن أنا أقوم بعملية التشكيل لو هتكلم عن الدقماء بالتفصيل هبدأ أقول الدقماء بيختلف عندي حسب نوع التشكيل فبقول أول حاجة يستخدم الدقماء لأغراض الاستعدال والتصطيح عشان أقدر أقسمه هقسمه طبقا للوظيفة اللي بيأديها طبقا للعمل اللي بيأديه يعني بقول إيه أنا عايز دقماء أو عايز مطرقة شكوش خشب هستخدمه في عملية الاستعدال زي ما احنا شايفين الورقة دي كده الورقة دي عدلة تماما دي بسميها في لغة الصنعة استعدال يعني هيا لو معوجة أو فيها بعض الأجزاء المشوهة أو فيها بعض الأجزاء المتنية بحتاج لمعدة عشان أدق بيها وساوي السطح التاحة فييجي عندي أول حاجة الدقماء الخشبي نمرة واحد الدقماء الخشبي نمرة اتنين الدقماء المطاطي نمرة تلاتة الدقماء البلاستيك طبعا كل دولة بيقدوا نفس الوظيفة اللي انا قسمت عليها شغليم لكن هبدأ اتكلم عن كل واحد من دولة كشكل ومواصفات واستخدام خلي بالك معايا انت لازم تعرف المعدة شكلها ايه تعرف المعدة دي مصنوعة من ايه مكونة من ايه يبقى ثلاث حاجات في اي معدة سواء كانت يدوية أو آلية لازم اعرفها كويس جدا هتكلم على الدقماء الخشبي رقم واحد الدقماء الخشبي ده زي احنا شايفين شكله لأشكال واحجام كتيرة جدا ده باستخدمه في عملية الاستعدال وكمان اقدر استخدمه في عملية تاني الحواف الدقماء الخشبي اللي قدامي ده زي ما انا شايفه كده بيتكون من جزئين رأسيين يبقى اي دقماء بيتكون من جزئين رأسيين رقم واحد اليد اليد بسميها في لغة الصنعة النصاب اليد أو النصاب بتكون مصنوعة من الخشب الخشب اللي أليافه بتكون طولية ومندمجة تماما عشان يتحمل عملية الطرق أو عملية التطريق تاني حاجة الرأس الرأس اللي قدامي دي بتكون يقام مستوانية بالشكل اللي احنا شايفينه بتكون مسطحة من الجنبين أو ممكن إنها تكون جنبه مسطح تماما والجنب التاني ممكن يكون قروي أو فيه جزء من التقبيب لازم الدقماء سواء كان خشبي أو أي خامة لازم يكون تماما خالي من أي عيوب سطحية طب تسألني ليه؟ هقولك إن أنا لما أستخدم الدقماء في عملية التطرق أي عيوب سطحية موجودة على سطح الدقماء العيوب دي ممكن تتنقل لسطح المعدن وخصوصا لو المعدن اللي أنا بشتغل فيه معدن طري أو معدن مرين أو ليدونة عالية أو ليدونة عالية فأي عيوب سطحية هتتنقل تماما لسطح المعدن وتشوه للشكل يبقى أقول تاني أفكرك تاني يتكون الدقماء من رأس تمام؟ ويد يعني أنا لو حبيت أبصى على الدقماء ده هو أنا مطلوب مني رسمه؟ آه مطلوب مني رسمه كروكي هقول إن الدقماء عبارة عن شكل استواني بالشكل اللي أنا شايفه كده أهو الشكل استواني ده بيخرج منه يد بالشكل البسيط اللي إحنا شايفينه يبقى أنا لو هتكلم عن الدقماء هقول عندي رأس وعندي يد اليد اللي بسميها النصاب هرسمه بالشكل البسيط ده بالشكل اللي فيه عيوب للرسم لكن باخد عليه درقتي كاملة لإني لازم أعرف شكله يبقى تاني الدقماء بيتكون من رأس الرأس دي بتصنع من خشب البلوت أو من خشب الجوز اليد بتصنع من خشب زوء الألياف المندمجة اللي بتكون قوية جدا ولازم طول اليد يعني أنا ممكن أكمل اليد دي أطول شوية أو أعملها أقصر شوية لازم تكون طول اليد متناسب مع حجم الرأس بتاع الدقماء ده شكل تاني زي ما احنا شايفين كده بيوريني شكل الدقماء يبقى أنا قلت في بداية كلامي إن الدقماء التصطيح أو الدقماء الخشبي ليه أشكال كتير جدا وأحجام كتيرة ولازم رأسه تتناسب مع الشكل ده شكل التالت ده الشكل اللي أنا كنت بتكلم عليه من شوية اللي له وجهين وجه زي ما احنا شايفين كده على الشاشة وجه المسطح تماما اللي هو الوجه اللي ظهروا لي الوجه التاني يواخد شكل كاروي وده ممكن أستخدمه في عملية التقبيب البسيطة يعني عندي جزء مثلا فيه تقبيب هنا وعايز أدق عليه أقدر إن أنا باستخدام الدقماء لما يكون سطح مدور أدي له تقعير أو أدي له تقبيب بسيط يبقى عرفنا كده أول نوع من أنواع الدقماء هو الدقماء الخشبي المسطح أو الدقماء الخشبي اللي له وجهين ممكن يكون وجه منهم مسطح والوجه التاني ممكن يكون لنسبة تقعير أتنقل العنصر التاني لكن قبل ما تنقل العنصر التاني هسأل الطالب بتاعي سؤال هل أنت حصلت على المعلومة ولا لأ بيقول للسؤال يستخدم الدقماء فيه يستخدم الدقماء فيه هستخدمه في إيه أنا قلت الكلام ده في وسط شرحي طب نبدأ أن أقوله بشكل منظم هقول إنه يستخدم الدقماء فيه واحد اتنين تلاتة واحد يستخدم فيه تسوية الأسطح المعدنية أو استعدال الأسطح المعدنية زي ما قلت في داية الكلام عشان أستعدل شريحة معدنية غير منتظمة بقدر إنه أستخدم الدقماء ده وبطرقات متتالية ومتساوية أقدر أرجع المعدن لحجمه الطبيعي أو لشكله الطبيعي بدون إعوجاج على السطح طبعا العملية دي محتاجة لمهارة وتدريب تاني نوع من أنواع الاستخدامات قال لي يستخدم في لف الشرائح المعدنية يعني لو عندي شريحة معدنية بالشكل ده وعايز أحولها لشكل سطواني عايز أحولها لسطوانة هعمل إيه؟ قال لي برضو باستخدام الدقماء قادر باستخدام الدقماء بتاعي ده على السندال على معدة هتكلم عنها بالتفصيل على السندال قد أستخدم الدقماء ولف الشريحة المعدنية وشكلها أو عمل لها انحناء في بعض الأماكن يبقى إذن الدقماء ليستخدام واحد اتنين تلاتة واحد يستخدم في استعدال وتسوية الأسطح المعدنية اتنين لف الشرائح المعدنية تلاتة سني الحواف طب اسألني كده سؤال قول لي إيه الفرق بين اللف والسني هقول لك إن اللف هي عبارة عن لف الجسم بشكل منحني يعني هنحش هعمل انحناء للشكل خالص يبقى شكل مدور مفوش أي زواية أما الثاني هيكون الجسم بتاعي في زواية بالشكل اللي أنا شايفه ده يبقى عشان اتنين باستخدم سندال معين وعشان ألفه أقدر استخدم سندال تاني لكن الدقماء ماشي معايا في نفس العملية يبقى تاني الدقماء المسطح أو الدقماء اليدوي أقدر استخدمه في عدة استخدامات واحد عملية استعدال الأسطح والتسوية اتنين أقدر استخدمه في عملية لف الألواح المعدنية او القطع المعدنية تلاتة عمل التانيات وعمل الدسر. الدسر عبارة عن شريحة معدنية متنية بالشكل ده وشريحة تانية متنية بالشكل التاني وقدر اضق عليهم واعمل عملية تجميع باستخدام الدقماء عن طريق تانية وتانية اخرى. طب تمام نخصش على رقم اتنين طبقا للاستخدام. رقم اتنين الدقماء المطاطي. خلي بالكو انا قلت في اول كلامي ان الدقماء هقسمه طبقا الاستخدام. فبقول ان الدقماء عندي الخشبي زي وزي الدقماء الاستواني او المطاطي في الشكل. لكن بيختلف في نوع الخامة المصنع منها. اتكلمت على الدقماء الاول انا قلت انه هو مصنوع من خشب الجوز. مصنوع من خشب العزيزي. مصنوع من خشب البلوت. كل دي انواع خشب ممكن اصنعها. طيب. الخشب فيه حتة قوة شوية بالنسبة للمعادن السمينة. بالنسبة للدهب. بالنسبة للفضة. بالنسبة البلاتين. يعني انا لو خبطت الدهب او الفضة خبطتها بخاتم مصنوع من الدقماء مصنوع من الخشب هلا ان هو يعلم ويؤثر عليه. فقالوا لأ احنا نعمل بقى معدة تانية مصنوع الرأس بتاعتها من الكاوتش. فلو هتكلم على الدقماء المطاطي هقول لنا الدقماء الكاوتشوكي او المطاطي ده دقماء بيتكون من جزئين زيه زي اللي فات. ايه هم الجزئين? قال لي رقم واحد اليد اللي انا بسميها النصاب. يبقى رقم واحد اليد اللي قدامي دي. واليد لازم يتناسب طولها وحجمها مع رأس الدقماء. وبعدين رقم اتنين الرأس. الرأس بتكون شكلها. اما ان هو يكون اسطواني تماما او بسميه بالشكل اللي قدامي ده شكل برميلي. يعني واخد مخروط من فوق ومخروط من تحت. تمام? الرأس بتصنع من المطاط او بتصنع من الكاوتش عشان بيبقى ليه قدرة مرونة او قدرة ليونة عالية عشان اثناء عملية التشكيل ما يسيبليش اي اثر على سطح المشغولة في المعادن ايه? في المعادن السمينة. سامعك برافو عليك في المعادن السمينة. زي الدهب والفضة والبلاتين. يبقى انا اقدر اقوم بعملية التشكيل بالدقماء الخشب الاولاني. وبرضو اقدر اقوم بعملية التشكيل بالدقماء المطاطي. لكن الفرق ما بين الاتنين. الاستخدام واحد في الاتنين. لكن الدقماء المطاطي باستخدمه في ايه? باستخدمه في اه اقدر اقول استخدام واحد اتنين تلاتة واحد عمليات الاستعدال اقدر اعمل عليها استعدال بالدقماء الكاوتشوكي اه طبعا اقدر اعمل عملية استعدال اتنين اقدر اعمل عملية لف او حني اقدر اعمل عمل عملية لف او حني باستخدام الدقماء المطاطي بس خلي بالك بزود كلمة ان انا بشتغل في المعادن السمينة كذلك اقدر اعمل عملية تاني الى زوايا اه برضو على المعادن السمينة باستخدام الدقماء الكاوتشوكي يبقى الدقماء الكاوتشوكي هو هو الدقماء الخشبي إلا إن فيه اختلاف واحد في نوع الخامة اللي مستخدم منها الرأس الرأس في الخشبي مصنوعة من الخشب خشب البلوت أو الخشب العزيزي تمام أما في الدقماء الكاوتشوكي بتقوى مصنوعة من المطاط أو من الكاوتش عشان ما تسبش أي أثر على سطح المشغولة ده شكل تاني للدقماء برضو ده الدقماء البرميلي زي ما إحنا شايفين شكله بيكون شكله مخروط علوي ومخروط صفلي ممكن برضو الدقماء ده يكون الوجهين مسطحين وممكن يكون الوجهين أحد الوجهين بيكون مسطح تماما والوجه التاني بيكون برضو في حتة التقعير عشان لو عايز أعمل عملية تقبيب أو عايز أعمل عملية انحناء يبقى سهل بالنسبة لي أستخدم المعدة اللي موجودة عندي هنا بيقول لي أستخدم الدقماء المطاطي غالبا مع المعادن السمينة أنا بأكد على المعلومة مرة تانية المعادن السمينة اللي هي إيه اللي هي الدهب الفضة البلاتين الدهب والفضة والبلاتين معادن لها درجة ليونة عالية فلازم أستخدم معاها الدقماء المطاطي رقم تلاتة الدقماء البلاستيك الدقماء البلاستيك يعني أنا فهمت كده من كلامي إن الدقماء البلاستيك ده هيبقى الرأس مصنوعة من البلاستيك آه هو ده الفرق ما بين التلاتة يبقى التلاتة باستخدمهم في عملية الاستعدال والتسطيح لكن الدقماء الأولاني باستخدمه في عملية التسطيح لكن للمنتجات النحاس ورصاص ولمنتجات النحاسية أما الدقماء التاني للمنتجات الغالية اللي هو الدقماء الكاوتشوك المنتجات الغالية اللي هي المعادن السمينة الدقماء التالت قال لي ده الدقماء الكاوتشوك البلاستيك الدقماء البلاستيك اللي هو موجود قدامي ده ده بيحتاج لعملية تطريق لبعض المعادن فبستبدل راس الدقماء بقطعة من البلاستيك زي ما احنا شايفين شكلها قطعة البلاستيك اللي قدامي دي أو الوجهين اللي قدامي الوجه ده بيكون صالب والوجه ده أكثر صلابة تمام؟ فأقدر أن أنا أقوم بعملية التشكيل به أو أقدر أشتغل بالدقماء ده عشان يديني مشغولة شكلها وحجمها بدون أي تشوهات سطحية بدون أي عيوب تحصل على المعدن ليه استبدل الدقماء الخشبي؟ ما أنت كده بتقولي أن أنا شبه الدقماء الخشبي في الاستخدام يعني أنا ممكن أستخدمه في المعادن ممكن أستخدمه في النحاس آه طبعا لأن الدقماء الخشبي عمره الافتراضي قليل شوية الخشب بعد فترة لما بدق بيه على معدن بيبدأ الخشب يدينيش تشققات وعيوب وعيوب سطحية وبعض الأجزاء بتتكسر وبعض الأجزاء بتتشال من مكانها وأنا قلت في أول كلامي أن الدقماء إذا كان في عيوب سطحية موجودة على سطح الدقماء ففي الحالة دي هتتنقل لسطح المعدن فأنا لازم أستخدم دقماء سليم فقال لك عشان أزود العمر الافتراضي أستخدم الدقماء المصنوع من البلاستيك النوع الثاني من الدقماء يبقى أنا قسمت الدقماء لنوعين رأسيين كل نوع تحته مجموعة من الأقسام النوع الأولاني دقماء الاستعدال أو دقماء التسطيح وقلت أنه هو فيه نوع بلاستيك فيه نوع خشب فيه نوع مطاط ده كله تحت العنوان الأولاني الكبير اللي هو الدقماء التصطيح أو الدقماء المستخدم في التصطيح والاستعدال تاني نوع هو دقماء التقبيب دقماء التقبيب ده اللي بيعمل لي عملية تقبيب طيب يعني إيه تقبيب؟ تقبيب يعني أنا أقدر أحول الشريحة المعدنية اللي قدامي أقدر أحول الشريحة دي أحولها الجزء مقعر جزء غويت جزء جاي عامل زي ربع ديرة طب ينفع الدقماء المسطح اللي سطحه عدل تماماً أستخدمه في التقبيب طبعاً مش هينفع فقدرت أن أنا أعمل دقماء تاني اسمه الدقماء الكمسري انت بقولش الاسم ده في الأول ما هو اسمه الدقماء الكمسري أو اسمه الدقماء البيضي أو اسمه دقماء التقبيب الدقماء التقبيب أو البيضي أو الكمسري ده مصنوع أو مكون من جزئين رأسيين إيه هما؟ رقم واحد اليد يبقى الدقماء المدوم او البيضي او الكمسري بيتكون من جزئين رقم واحد عندي اليد. اليد اللي انا بسميها النصاب. زي ما انا بشاور كده شايفين? ده اسمه اليد او النصاب. اليد دي بتكون مصنوعة من الخشب زو الالياف الطولية. انا قلت في اول كلامي. خلي بالك. انا عايزك تعرف كل معدة او كل اله هتكلم عنها. مصنوعة من ايه? وصفها عبارة عن ايه? يعني شكلها واحد اتنين تلاتة. باستخدمها في ايه? عشان اقدر اقارن بينهم. واقدر استخدمها الاستخدام الامثل لان هيقد استخدامي السيء لبعض العيوب اللي هاعرفها بعد كده. يبقى انا تاني قلت ان انا عندي الدقماء اللي قدامي الدقماء الكمسري بيتكون من رأس ويد. قلت اليد او النصاب مصنوعة من الخشب زي ما احنا شايفين كده مصنوعة من الخشب زو الالياف الطولية. اما الرأس بيتكون شكلها كمسري. شبه الكومترة. شبه صامرة الكومترة اللي انا بقدر اقولها العدية الخالص. تمام? الرأس دي بقى ممكن تكون مصنوعة من الخشب الناعم الخالي من اي سوك حد. يعني ايه سوكة? السوكة يعني زوية حد موجودة قدامي عاملة كده. دي اسمها سوكة. دي بسميها في الصنعة سوكة. انا لازم الدقماء يبقاش في الخط ده. لازم يكون ناعم ونسيابي تماما. زي ما احنا شايفين شكله. شبه البيضة او شبه الكومترة. تمام? او شبه كومترة باللغة العربية. بقول ان الدقماء ده سهل ان انا شكل بيه شغلي. عشان ما يدينيش اي عيوب. زي ما احنا شايفين كده الصانع بيستخدم الدقماء الدقماء ده في عملية التقعير او عملية التقبيب عن طريق طرقات متتالية بيقوم بيها على سطح المعدن. على حاجة اسمها القرمة الخشب. فيبدأ المعدن يتحول من مسطح عادي. يتحول المعدن من مسطح لجسم. بدأ يبقى مجسم. بدأ ياخد نص دوران. بدأ ياخد آآ ربع دايرة. يبقى ده باستخدام الدقماء الكوميسري. ده شكل تاني للدقماء الكوميسري زي ما احنا شايفينه. هنا الرأس مصنوعة من الخشب برغم من اللونها اسود لكن هي وغدا لون آآ دهان او لون طلة. لكن هي مصنوعة من الخشب وبين مسام الخشب او الياف الخشب بينه بوضوح على الخشب او على رأس الدقماء. ده برضو باستخدمه في عملية التقبيب. هنا برضو شكل تاني جايب لي هنا الصورة. جايب لي فيها اتنين من الدقماء. جايب لي الدقماء اللي رأسه خشبية والدقماء اللي رأسه مصنوعة من اللدائن او من البلاستيك. يعني انا لو قلت الاستخدام هقول نفس الاستخدام. لو قلت الاجزاء هيفرق عندي الاجزاء في نوع الخامة المستخدم منها الرأس. الرأس في النوع الاولاني هو كمصري والتاني كمصري. الرأس الاولانية مصنوعة من الخشب المندمج المسام زي خشب الجوز خشب البلوت الخشب العزيزي خالي تماما من اي عيوب سطحية وخالي تماما من السواك الحدة. جميل. طيب التاني قال للتاني برضو مصنوع من من اللدائن الرأس مصنوعة من البلاستيك او من اللدائن عشان تبقى سهلة التشكيل. طيب تفتكر كده معايا. انا قلت انا بستخدم الدقماء من اللدائن وبستخدم الدقماء من الخشب. ليه هنا خشب وليه هنا من اللدائن او من الكويتش. اه برافو عليك سمعك بترد. تمام. انا بقدر استخدم الدقماء من اللدائن عشان خاطر يبقى طري او يبقى خبطاته على المعادن السمينة. يبقى المعادن السمينة يفضل عدم استخدام الدقماء الخشبي. عدم استخدام الدقماء الخشبي. هستخدم اني هستخدم الدقماء كومصري اه. لكن الرأس مصنوعة من اللدائن عشان تبقى طرية وسهلة التشكيل على سطح المعدن. اتنقل لاستخدام عملية او الغرض من عملية الجمع. تمام? بيقول لي هنا انت لو عايز تقوم بعملية التشكيل بالدقماء الدقماء التالت اللي قدامي ده اسمه دقماء الجمع. دقماء الجمع ده ده عبارة عن دقماء بسميه الارن. بنسميه في السوق او بنسميه في الصنعة او في الورشة بسميه دقماء الارن. بيبقى ازا شبه القلم اللي قدامي ده كده بالزبط. بس من تحت خالي من السوك تماما. مفوش اي سوك حدا. خالي من اي عيوب سطحية. ويبقى له يد. اليد لازم تتناسب طولها مع حجم الدقماء. يبقى دقماء القرن او دقماء المستخدم في عملية الجمع. ده باستخدمه في التقبيب وزيادة حجم التقبيب. يعني انا في التقبيب كنت باستخدم الدقماء الكميسري. طب عايز اعمل طعميق او عايز ازود العمق اكتر. يبقى باستخدم الدقماء بتاع الجمع. دقماء الجمع شكله بيكون تقريبا سطواني. شكله من النهاية بيكون السوك دي متشالة تماما باستخدام المبرد عشان اقدر ان انا اعمل عملية التشكيل. بتكون يده لازم تتناسب مع الحجم. طيب لو قلت الاجزاء هقول رقم واحد. اليد او النصاب. وتصنع من الخشب المندمج المسام. ذو الالياف الطولية عشان يتحمل الطرقات. رأس الدقماء بتصنع في الحالة دي من الخشب ولازم تكون خالية من العيوب السطحية مصنوعة من خشب البلوت او الخشب العزيزي او خشب الجوز. يبقى تكلمنا عن تلات انواع من انواع الدقماء. لو سألتك دلوقتي المفروض ان انت تقسم لي الدقماء لتلات انواع. دقماء بيستخدم في عملية التسطيح وقلت انه هو تلات انواع. دقماء تاني بيستخدم في عملية التقبيب وده نوع واحد بس مصنوع من خمتين. الدقماء التالت قال لي ده دقماء الجمع اللي هو بيديني طعميك اكتر. يعني في التقبيب كنت بعمل تقبيب ربع دايرة او جزء من دايرة. اما في في عملية الجمع بيكون الطعمك كبير او العمق كبير. فبستخدم معا الدقماء دا اللي هو دقماء الجمع اللي بيسهل لي عملية التشكيل قبل ما استخدم حاجة اسمها شاكوش الجمع. اللي هتكلم عنه في التفصيل بعد الاجزاء اللي جاية. هنا التاني بيديني شكل تاني بيوضح لي شكل الدقماء. هنا الدقماء لحد كبير شكله الى ميل المخروطي. ميل الشكل المخروطي. وموضح لي هنا شكل شريحة معدنية. زي ما احنا شايفين شكلها كده. وهو استخدم الدقماء. وقادر ان هو يحول الجزء الاولاني دا يحوله الجزء متقبب او جزء في نحناء او جزء في دوران عشان هيستخدمه ليه غرض وظيفي عنده في منتج من المنتجات اللي هستخدمها. هنا بيديني شكل تاني للدقماء الارن. هنا شكله مخروطي اوي. يبقى الدقماء بتاع الجمع ممكن يكون سطواني خالي من السوك يمين وشمال. زي القلم ده وناعم من الطرفين تماما. ممكن يكون شكله مخروطي بس مخروط مسلوب اوي. عشان خاطر يشبه الارن. واخد دوران زي الشكل اللي قدامي ده. ده برضو باستخدمه في عملية عملية الجمع في الاجزاء الديقة. في الاجزاء اللي محتاجة مهارة عالية. يعني جزء اه مزنوق جدا او صغير اوي بقدر استخدم الدقماء في عملية الطرق او عملية التقبيب. عشان يديني عملية تشكيل بمنتهى الجمال. هتكلم بعد كده عن عنصر تاني من المؤدات الرئيسية اللي باستخدمها في عملية التشكيل. عشان قوم بعملية التشكيل لازم استخدم مجموعة من المعدات. قلت رقم واحد بتفصلها بشرحها اللي فات. اتكلمت على الدقماء وانواعه. واتكلمت بصورة عامة وقلت ان الدقماء بيتكون من جزئين. اي نوع اي نوع. رأس ونصاب او يد. طيب الشكوش. الشكوش ده. قال الشكوش يمكن تقريبا تقريبا كلنا عارفين الشكوش. لكن انوه واقول خلي بالك ان الشكوش ليه اشكال كتيرة ومختلفة. وليه انواع كتير جدا. وليه احجام واوزان مختلفة. فانا لازم اعرف كل التفاصيل عن كل نوع من انواع الجواكيش اللي اقدر ان انا استخدمها في شغل ايه في شغل المعادن. الشكوش عشان اتكلم عنه او بسميه باللغة العربية الجاكوش. الجاكوش بيتكون من جزئين? نصاب او يد اتنين رأس. رأس الجاكوش. فانا برضو عشان اتكلم على الشواكيش. لازم اعرف بالتفصيل كل الاجزاء الرئيسية ليه. وخامة الصنع بتاعت كل جزء. طيب لما اقول اليد. هقول اليد عبارة عن ايه? قال اليد بتكون مصنوعة من الخشب. الخشب زو الالياف الطولية. خشب الياف طويلة. زي ما احنا شايفين كده. دي اشكال كتير جدا من الشواكيش. الشواكيش اللي قدامي دي كل واحد لاستخدام. برغم انها نوع واحد. يعني كل دولي اعتبر ينتمي لنوع واحد من الشواكيش. لكن كل واحد لاستخدام. يبقى الشكوش تاني مكون من اليد. اليد بتكون اليافها طولية زي ما احنا شايفين الالياف موجودة او باينة قدامي واضحة جدا بشكل طولي وباينة كويسة جدا بشكلها لان لازم تديني عزم وينفحش تتكسر وانا شغال لان ده هيؤدي الى اخطار وعيوب. تاني حاجة الرأس الرأس ديت ممكن يكون لها وجهين من فوق ومن تحت مختلفين. ممكن يكون الشكوش كل وجه من الاوجه له شكل تاني. فلازم اعرف استخدامه ومواصفات. رقم واحد في انواع الجواكيش. اول شكوش عندي هتكلم عنه بالتفصيل هو شكوش التقبيب. ايه ده? انت لسه من شوية ايه اللي ان في حاجة اسمها دقماء التقبيب. اه. ما انا قلت ان دقماء التقبيب ده باستخدمه في بداية عملية التقبيب. عشان المعدن ما يحصل لهوش تشوهات. عشان المعدن يبدأ يحصل له انحناء او يحصل يحصل له تعميق. تدريجي. لكن لو استخدمت الشكوش مرة واحدة ودقت بالشكوش بقوة هيحصل عيوب سطحية وعوجاج وزي ما بيقول بالبلدي كرمشة على سطح المعدن مش هعرف عالجها. فانا لازم ابدأ تقنيا او باستخدام التقنية اولا باستخدام الدقماء الخشبي او دقماء التقبيب. ثانيا باستخدام باستخدام الشكوش شكوش التقبيب. طيب عشان اتكلم على شكوش التقبيب وتبقى اللي احنا اتفقنا عليه لازم اوصفه ولازم اعرف مكوناته واعرف استخدامه. هقول ان الدقماء عندي بيتكون ان الشكوش عندي بيتكون من ايه رأس ويد. طيب الرأس في الشوكيش بتصنع من ايه? قال لي بتصنع من الحديد اللي معمول له عملية الحديد اللي معمول له عملية تأسية. تأسية يعني ايه? يعني بسخن الاجزاء المعرضة للطرق بسخنها لدرجة الاحمرار وبعدين بعمل لها عملية تبريد مفاجئ. دي بسميها علميا عملية التأسية. يبقى بيصنع من الصلب الطري رأس الشكوش. ممكن تصنع من الحديد وتعمل لها عملية تأسية. او ممكن اصنعها من صلب الطري. عشان عملية التشكيل ما يحصلش عملية كسر رأس الشكوش. لان دي بتسبب خطورة للعامل وهو شغال. يبقى عشان اوصف تاني شكوش او جاكوش التقبيب. هقول ان هو مكون من يد اللي انا بسميها النصاب. اتنين الرأس. طب الرأس شكلها ايه? قال لي الرأس ليها وجهين. ليها واجه من هنا. واجه من هنا. والوجهين شكلهم زي بعض. الوجهين بيبقوا قرويين. الشكوش اللي قدامي ده اسمه شكوش التقبيب. هو انا مطلوب مني ان انا عرف اسمه وشكله. اه. وكمان ممكن اعرف ازاي اعمل له عملية رسم. اه طبعا لازم ارسمه. قال لي برسم كرة اهي. وبرسم جسم الشكوش اهو. وارسم مستطيل. دي اسهل حاجة اهو. وارسم له كرة في الشكل ده. وارسم له اليد او النصاب. اهي. طيب تمام. يبقى الشكوش اللي قدامي ده لو انا هقول اجزاء وهقول ايه. يد. او بسميها نصاب. اليد دي لازم طولها يتناسب تماما مع حجم الرأس. تمام. في جزء قروي هنا. وجزء قروي فوق. الجزءين القرويين دولة باستخدمهم حسب الحاجة لعملية التقبيب. ببدأ زي ما انا قلت في البداية باستخدام الدقماء. دقماء التقبيب. وبعدين ببدأ اجيب الشكوش ده. وباستخدام حاجة اسمها القرمة الخشب. ببدأ في عملية الطرق على القرمة الخشب وعلى المعدن. فيديني عملية تقبيب او عملية تشكيل للمعدن نفسه. تمام? جاكوش الجمع. جاكوش الجمع او شاكوش الجمع ده باستخدمه في عملية التشكيل وعملية الجمع. ايه عملية الجمع دي? بنشوف كلنا كلنا كل الناس بتشوف قدرة الفول. قدرة الفول دي اللي انا بشوفها في المطاعم. القدرة الكبيرة اللي متشكلة دي. لو ركزت شوية فيها هلاقي ان فيها اصراء اصر واصال خبطات المطرقة موجودة. طيب هو بيعمل قدرة الفول دي بشكل يدوي? اه بيعملها بشكل يدوي. ممكن يعملها بشكل آلي? ممكن يعملها بشكل آلي. لكن هي عشان سنكها كبير وعشان عملية التشكيل وبرضو بيديها ناحية جمالية بيصنعها بطريقة يدوية. باستخدام شاكوش شاكوش اسمه شاكوش الجمع. شاكوش الجمع بيكون وزنه تقريبا من واحد لواحد ونص كيلو جرام. في احجام اكبر في احجام اكبر. لكن ده اغلب او اكتر الاستخدام ليا من كيلو لكيلو ونص تقريبا. بستخدمه في عملية التشكيل باستخدام السندال عشان اعمل جسم متقبب. عشان اعمل جسم له عملية تشكيل زي جسم لقدرة الفول. قدرة الفول دي متقاش مصنوعة آآ من جزء واحد. بتقام مصنوعة من جزء كاروي فوق. وجزء تاني شبه نص كورة فوق آآ تحت. الجزءين بيتجمعوا مع بعض بوسطة اللحام. ادي الشكل اللي قدامي زي ما احنا شايفين ده شاكوش الجمع. شاكوش الجمع لو نلاحظ كده لو بسيت على الاولاني هلا ان الشاكوش الاولاني في نهايته خالي تماما من السوك وفي جزء شبه الجزء الدائري او الجزء الدوراني. طب تمام. طب الناحية التانية قال لي ناحية التانية فيها جزء تقريبا مستطيل. طب الشاكوش اللي بعدين قال لي نفس الكلام اهو لكن سطحه بيكون تقريبا عدل. بس لو تلاحظ حاجة انا قلتها في الكلام. ايه هي? ان الشاكوش اللي قدامي دي كلها اسمها شاكوش الجمع. اه كلها اسمها شاكوش الجمع. بقى اشكال كتير جدا. لكن في ملحوظة مهمة خلية تماما من اي اجزاء حدة. خلية تماما من اي عيوب سطحية. طب اقولها بلغة الصنعة. خلية من اي سوك هتشوه لي سطح المعدن. انا عايز الخط اللي اغبطها في المعدن. ما تسيب ليش اثر على سطح المعدن. تديني اثر فيه انسيابية او نعومة. فلازم الشاكوش او الشاكيش بتاعة الجمع تكون خلية تماما من اي عيوب سطحية. ولو تلاحظ كمان في الصورة بلق ان الشاكوش كمان سطحه ناعم ولامع. ناعم ولامع. ده انا باخده على الفرشة التلميع واعمله عملية التلميع كمان. عشان يبقى فيه انسيابية وما يسبش اثر على سطح المشغولة. لان ده مهم جدا. لان ده هيتعبني في عملية التشتيب. الشكل اللي قدامي ده برضو شكل تاني لشاكوش الجمع. الشاكوش اللي فات او الشاكيش اللي فاتت كان ليها وجهين او او بسميها جهتين. الشاكوش اللي قدامي ده شاكوش جمع لكن له جهة واحدة. الجهة التانية ممكن استخدمها في الطرق عادي لكن الجهة اللي قدام اللي تحت ديت دي بستخدمها في عملية الجمع. طبعا بختار المعدة المناسبة او الشاكوش المناسب لحجم المشغولة وشكل الانحناء اللي انا عايز اعمله. انا عايز اعمل الانحناء مسلا في مكان ديق هجيب شاكوش رفاية. عايز اعمل الانحناء في جزء كبير جدا هعمله عملية طعميق هجيب شاكوش حجمه كبير ووجهه او الرأس بتاعه لها شكل حجمه كبير شوية ووزنه يكون مناسب. يبقى انا لو سألت سؤال دلوقتي ايه الاستخدام اللي اقدر استخدم به او استخدمه في او استخدم به شاكوش الجمع. هقول انه شاكوش الجمع بستخدمه بعد دقماء الجمع. طب حد فاكر كده كان دقماء الجمع ده دقماء ايه? اه دقماء الجمع ده اللي انا كنت بقوله عليه الارن او دقماء الجمع اللي هو كان شكله مخروطي او اسطواني بس فايع قوي. بعد ما بخلص عملية الجمع باستخدام الدقماء طبعا الدقماء مش هديني كل التشكيل. بجيب السندل حاجة اسمها السندل وبجيب الشاكوش وهبدأ في عملية التطرق وابدأ في عملية التطريق عشان اقوم بعملية التشكيل. طبعا العملية بتاعت التشكيل دي بتحتاج لمهارة وبتحتاج لحاجة اسمها عمليات تخمير مختلفة. اتنقل بعد كده للجاكوش تاني اسمه شاكوش او جاكوش التنعيم. انا لو جيت يا جماعة على الورقة اللي قدامي دي. وجيت بدأت استخدم القلم وبدأت انها استخدم عملية طرقات. استخدم طرقات على الشاكوش. بدأت استخدم طرقات على الجاكوش. ايه اللي هيحصل? قال للشاكوش بالرغم ان انا عملت له عملية نعومة. بالرغم ان الشاكوش سطحه لامع تماما. الا ان الشاكوش بتاعي هيسيب اثر على المشغولة. طيب لازم ازيل الاصر اللي متكون ده? اه لازم ازيل الاصر المتكون ده عادي. باستخدام شاكوش اسمه شاكوش التنعيم. شاكوش التنعيم ويستخدم في ازالة 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 جاكوش الجمع وتنعيم سطح المشغولة لازم اخلي المشغولة خلية من اي اصار من اصار الشاكوش. تاني انا باكد مرة تانية ان كل الشوكيش خلية من السوك او كل الشوكيش سطحها لازم يكون ناعم تماما وممكن اعمل له عملية تلميع كمان عشان تأكد ان هو ناعم تماما لان اي عيب موجود في الشاكوش. ايه اللي هيحصل? هيتنقل لسطح المعدن. فباجي بالشاكوش التالت اسمه شاكوش التنعيم. شاكوش التنعيم ده شكله ايه? احنا اتفقنا في بداية الحصة بتاعتنا والحلقة ان احنا هنقول ان كل شاكوش مواصفاته. هقول برضو نفس الكلام. برافو انا سامع. خليك معايا. تمام برافو. بكون من جزئين. يد اللي بسميها النصاب. ورأس اللي بسميها رأس الجاكوش. رأس الجاكوش هنا في جاكوش التنعيم بيبقى ليها وجهين. يعني كل وجه لشكل. اه كل وجه لشكل. يعني شكلهم ايه? قال للشاكوش زي الشكل اللي قدامي. لوجهين. وجه بيكون استواني او دائري زي ما احنا شايفين كده. تمام? ولازم يكون ناعم تماما. الوجه التاني بيكون مربع. مربع وعدل. طبعا بستخدم الوجه المناسب لنوع المشغولة. يبقى تاني. لو قلت سؤال قل لي او اسقل لي وصف اللي جاكوش التنعيم. هقول جاكوش التنعيم ده عبارة عن ايه? هقول جاكوش التنعيم عبارة عن شاكوش. بستخدمه في عملية ازالة اثر عمليات الطرق او عمليات التشكيل اللي حصلت قبل كده. الشاكوش شكله ايه? مكون من جزئين رأسيين. واحد اليد. مصنوعة او بسميها النصاب. مصنوعة من الخشبز والالياف الطولية. اعتقد ان احنا كده حفظنا اليد. اليد في كل الدقماء او كل المعدات اللي اتكلمت عنها كدقماء وشواكيش حتى الان. مصنوعة من الخشبز والالياف الطولية. جميل. طيب. والرأس. لا هنا الرأس بقى مختلفة. الرأس اه مصنوعة من من الصلب الطري. ومصنوعة ممكن تكون مصنوعة بوسطة اه الحدادة. بعملية الحدادة. وممكن تكون مصنوعة من الحديد لكن مع ملاع عملية التأسية? ايه تأسية دي? انا قلتها من شوية. لأ انا عايزك تركز معي. ركزوا معي يا جماعة. تاني التأسية ان انا بعد ما بصنع الشاكوش ده بعملية الحدادة. طبعا مشان اللي بصنعه ده شخص حداد متخصص. بيعمل لي الشاكوش ده. بيسخنوا لدرجة الاحمرار. بيعملوا حاجة اسمها احماء. بيسخنوا لدرجة الاحمرار. وبعدين بيبدأ في عملية تبريد فجأة. التبريد ده ممكن يكون في الميا. ممكن يكون في الزيت. ممكن يكون مية ومعها بعض المواد الكيميائية. عشان يدي له نوع من انواع الصلابة ان هو يقدر ان هو اه يتحمل عمليات التشكيل المختلفة. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على 3 انواع من انواع الشواكيش. اتكلمت على شاكوش التقبيب. اتكلمت على شاكوش الجمع. اتكلمت على شاكوش التنعيم. لو سألتك دلوقتي قلت لك. قل لي او كل او عدد تلات انواع من انواع الجواكيش هتقول لي واحد جاكوش التقبيب شكله ايه وصفاته رأس ونصاب طب والشاكوش التاني شاكوش الجمع رأس ونصاب يبقى انا لو عملت جدول مقارنة هقول ان المكونات في التلات شواكيش اللي انا اتكلمت عنهم واحدة رأس ونصاب طيب النصاب او اليد في التلات انواع هقول الوصف بتاحهم واحد ايه هو مصموع من الخشب المندمج المسام زو الالياف الطولية باكد عليها زو الالياف الطولية اه عشان يتحمل الطرقات لازم اليد بتاعت الشاكوش تتناسب مع حجم رأس الشاكوش طب جميل طب اقارن ايه تاني اقارن شكل الرأس في شاكوش التقبيب قلت شكل الرأس له وجهين اه تمام وجه قروي والوجه التاني قروي يعني الاتنين زي بعض اه الاتنين زي بعض تمام طيب اتنقل لشاكوش الجمع قلت شاكوش الجمع له اشكال كتير جدا ولازم يكون خالم من السوك وبستخدمه في عملية الجمع طب جميل الشاكوش التالت شاكوش التنعيم قال لي شكله ايه لا ده برضو يد ورأس لكن بيختلف في شكل الرأس الرأس هنا بوشين بوشين اه يعني بواجهين ليها وجه مربع زي ما انا وردتها على الشاشة او موجودة قدامي اهيه وجه مربع والوجه التاني استواني تماما بستخدمه في ايه هقول الاول رقم واحد جاكوش التقبيب باستخدم جاكوش التقبيب في ايه في عملية التقبيب بعد استخدام لدقماء التقبيب طيب هاجل وجه المقارنة التاني اللي هو بتاع استخدام جاكوش الجمع باستخدم جاكوش الجمع في ايه باستخدمه بعد دقماء الجمع برضو في عملية التشكيل اه برضو في عملية التشكيل رقم تلاتة جاكوش التنعيم ما فيش دقماء اسمه دقماء تنعيم جاكوش التنعيم ده باستخدمه لازالة اي اثر للخبطات او للطرقات اللي حصلت معايا اثناء عملية ايه اثناء عملية التشكيل اللي فاتت او المختلفة اللي اتكلمت عنها ملاحظات همة عند استخدام الجواكيش هتكلم على بعض الملاحظات اللي لازم اكون واخد بالي منها وانا باستخدم الشاكوش ايه ده هو الشاكوش ممكن يكون معدة خطر اه الشاكوش ممكن يكون معدة خطر الشاكوش ممكن يؤدي الاصابات الشاكوش ممكن يشوه لي سطح المشغولة الشاكوش ممكن يعمل لي عملية خبطات غير مرغوف فيها وما عرفش ازلها من سطح المعدن فلازم اخلي بالي من مجموعة من الملاحظات هتكلم عنها بصورة عامة وبعدين هاخدها نقطة نقطة وابدأ اتكلم عنها اول ملحوظة لازم اعرفها في شاكور في الشواكيش كلها بقول ان انا خلي بالي لازم رأس الشاكوش تكون متسبتة تماما في اليد دي مهمة قال لي طبعا مهمة جدا ما ينفعش زي ما بشوف بعض العمال او بعض الناس اللي بتشتغل او بعض الطلب بشوفها في ورشنا او في الاقسام بتاعتنا بل ايه بيشتغل كده وام رأس الشاكوش وقع طيب موقع رأس الشاكوش ده بيؤدي الى خطر ووقع رأس الشاكوش ده ممكن يغبط في حد قدامي ممكن يقع على رجلي لو الشاكوش وزنه كبير ويؤدي الى اصابات لقدر الله يبقى اول ملخوزة لازم اعرفها رقم واحد لازم تثبيت اليد تماما او النصاب تماما في الرأس بتاع الجاكوش وبقول لي خلي بالك كمان ما تستخدمش اي شاكوش ورأسه مستبتة كويس يعني انا في الاول متأكد ان الرأسه سبتة طب جيت قمت بسبتها اي حاجة وهشتغل بشوية ودق بشوية لا لا خطر برضو لانه ممكن يؤدي الاصابات لقدر الله اثناء العمل من الملحظات اللي انا لازم اعرفها كويس جدا وانا شغال بالجواكيش او بالشواكيش لازم ايدي تبقى خالية من اي زيت وشحم انا شغال في ورشة او شغال في مصنع او بتضرب داخل القسم بتاعي داخل العمل بتاعي فأدية طبيعة ممكن يكون فيها نسبة زيت نسبة شحم قال لي ما تستخدمش الزيت او الشحم على ايدك وتمسك بالشاكوش طب هيدرني في ايه لا هيدرك بعدة حاجات اول حاجة انا مش هعرف اتحكم كويس في الشاكوش فالشاكوش هتحرك مني يمين وشمال الشاكوش ممكن ينزلك من ايدي خالص وانا بدقك يا ده بقوة فينزلك من ايدي ويقدي الى اصابة تصيب العامل الادامي او يغبط حد او ييجي على مكنة متحركة بالدور ويغبط فيها الشاكوش فيغبط في الهواء او يغبط في وشي او يغبط في اي عامل لا قدر الله يبقى دي كلها ملاحظات لازم اخلي بالي منها كويس جدا وانا شغال لان قد تؤدي الى اصابة يعني انا قلت اول واحدة ايه تثبيت الرأس كويس جدا في الشاكوش ما تستخدمش ما تحاولش تستخدم اي شاكوش راسه مش متسبتة كويس خلي ايدك نظيفة تماما من الشحم او الزيت وانت بتستخدم الشاكوش لان ده هيؤدي الى عيوب كتير ايه كمان قال لي ما تستخدمش شاكوش راسه مقصور منها بعض الاجزاء او راسه فيها شروخ او راس الشاكوش فيها عيوب وخربيش موجودة عليها ليه ايوة تمام برافو زي ما انتو بتقولوا كده عشان انا قررتها كزا مرة وقلت ان العيوب السطحية اللي موجودة في الشواكيش ممكن تتنقلي على سطح المعدن وتؤدي الى تشويه سطح المعدن واضطر بعد كده اعمل عملية صنفارة واعمل عملية تلميع وتتعبني جدا عملية التشتيت طب ليه طب انا استخدم المعدة المناسبة استخدم المعدة اللي سطحها او وجهها سليم هتحميني وفي نفس الوقت هتديني منتجز وجودة عالية طب تجي نشوف كده مع بعض بالترتيب تاني اول حاجة عندي تصنع الجواكيش من الصلب الطري او الحديد المقصة انا قلتها في الاستخدام قلت ان الشواكيش بتصنع من الصلب الطري او من الحديد اللي معموله عملية تأسية يعني ايه مصدر يعني متسخن لدرجة الاحمرار ثم بتركه يبرد طيب تمام اتنين يتراوح وزن رأس الجاكوش من واحد الى واحد ونص كيلو هو ممكن يكون اكتر من نص كيلو هو ممكن يكون اكتر من واحد ونص ممكن يكون خمسة كيلو اه لو زاد الوزن بتاعي عن اوزان معينة بسميها مطارك لكن الاوزان من واحد ممكن يكون عندي شاكوش وزنه 100 جرام اه برضو ممكن يكون عندي شاكوش 100 جرام ما انا بستخدم الجاكوش من ضمن الملاحظات تبقى لحجمه تبقى للمشغولة اللي هشتغل عليها انا مش هعمل دبلة زي الدبلة دي او خاتم صغير واستخدم شاكوش وزنه كيلو ونص الشاكوش اللي وزنه كيلو ونص ده مش هينفع دق بي خاتم او دبلة صغيرة او بروش او شغل سياغة لازم بختار الشاكوش يعني شاكوش ممكن يبدأ عندي من 100 جرام ممكن يبدأ عندي من 50 جرام ويوصل لكيلو ونص ويوصل لكيلو ونص تمام تمام طيب بيقول لتصنع ايادي الشواكيش من خشب الجوز او خشب البلوت او كمان ممكن اقول خشب العزيزي ممكن اقول خشب السنديان كل دي انواع اخشاب كتيرة كل دي انواع اخشاب كتيرة جدا بقدر ان انا قوم بعملية التشكيل او افنع بها ايادي الجواكيش قالني يجب ان يكون النصاب ملفوف النصاب ده اليد يجب ان تكون يد الشاكوش ملفوفة ما ينفعش تبقى مربعة ليه? لان انا بشتغل بالشواكيش طول اليوم فهتقدي الى ايدي هتوجعني ايدي هتعمل لي عيوب في ايدي او هتصبني اصابات نهنية فلازم اراعي الكلام ده كويس جدا اثناء العمل يبقى لازم يكون النصاب ناعم تماما وخالي من اي عيوب موجودة بقول يجب تثبيت النصاب جيدا في رأس الجاكوش وتكلمنا عنها بالتفصيل يجب ان يتناسب طول النصاب مع حجم رأس الجاكوش وقلناها برضو اثناء الشرح اكتر من مرة هتكلم بعد كده على احتياطات الوقاية عند استخدام الجواكيش انا قلتها برضو في استكلامي عدم وجود شحم او زيت على الجاكوش اثناء العمل اذا تلفت يد الجاكوش فلا تستخدمها اذا اليدك قصرت او اتخلعت من مكانها ما ينفعش ان انا استخدمها وجود زيت على رأس الجاكوش ايه ده رأس الجاكوش ممكن يبقى عليه زيت قال لي اه ما ده برضو هيخلي الشاكوش ينزلك بسرعة او يتزحلق فيؤدي الى عيوب سطحية تمام كده يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على معدات التشكيل واتكلمنا على الشواكيش واستخدامها وان شاء الله هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية بقية المعدات الالية المستخدمة في عملية الجام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته